برضو مشوار طويل من العطاء بس النهاردة في اكتشاف النجوم والمواهب يحكي لنا بقى عن الرحلة دي خاصة اني ما شاء الله رحلة غنية ورحلة كبيرة قوي يعني الكامت برقيم اكتشف نجوم وحاجة كبيرة في الكورة في مصر الحقيقة يعني الاول انا بعد ما بطلت من نادي الاهلي هنا 75-76 سفرت الامراط عبت سنتين في نادي الوصل وبعدين اتجهت للتدريب اتجهت للتدريب لمسكة نادي الاهلي دبي ومسكة نادي الشرقة وبسكة سنة نادي الوصل وبعدين جيت في نادي الشرقة كابتن الجهر يجي بيمرر نادي الشرقة فاستعام بي ان انا اسعده في نفس الوقت بضرد بالناشئين في وقت تاني يعني في اخر السنة قال لي انت ايه اللي معادك هنا اقولت له كابتن معه يعني بقى لي مدة هنا واتمرمت هنا وعمقت الدراساتي هنا يعني روحت انجلترا خدت دراسات تدريب وروحت علمانيا خدت دراسات تدريب عشان اقاهل نفسي قال لي طب ما تنزل مصر وطلو ما يعني الظروف ممكن قال لي لا انزل مصر وانا هحطك في اختار الناشئين اختار الناشئين في نادي الاهلي في اختار الناشئين سبت كل حاجة سبت كل حاجة ورايا مع ان طبعا المقابل البدي كان كبير جدا هناك بس النادي الاهلي ما تقدرش توقف ما تقدرش اقول لا يعني افضله افضله علي كثير اوي النادي الاهلي وافضله على الناس كلها يعني مين يارف البيم عبدالصنبط الا من خلال النادي الاهلي وبالتالي لما بتجيب سريط النادي الأهلي ان انت هتشتغل النادي الأهلي عايز تأدي دورك ان انت الجميل اللي عملوا فيك النادي الأهلي ان احنا نرضله الجميل ده في علاقاتنا مع الناشئين وان احنا نطلع الناشئين يقدروا يتميزوا يلعبوا الفائلاء وبالتالي رجعت مسكة الناشئين هنا أبرز اللعيبة بقى اللي طلعت وقتها من قطاع الناشئين والله يعني مجموعة أولا تدراجنا كتير مجموعة جبيرة جدا مجموعة المداربين طبعا احنا نتبادل احنا السنة دي أب 14 سنة بعدها 15 انما من أبرز الناس اللي كملوا مثلا هاني رمزي من الناس اللي أنا مسكتهم في 20 سنة محمد عبدالجليل عمر أنوز يعني مش عايزة أنسى حد انما مجموعة جبيرة جدا كل حمادة يونس عاطف عبدالهادي تجيلي الأولين اللي كابتن إبراهيم صامت اكتشفه المجموعة اللي أنا مسكتهم في 20 سنة لو كنت مسكتهم في 20 سنة 21 سنة يعني فحتى أن الكابتن صالح فجابني قال لي عشان يمسكني بقى قطاع الناشئين ايه مقولة بقى الكابتن صالح قال لك عليها لو التجربة بتاعتك نجحت هنعمل لك تمثال جاب تمثال مختار التيتش الحقيقة كابتن صالح كان يعني سبق عصه شوي هو الناس كلها كانت بتقول إن هو ديكتاتوري لا هو مش ديكتاتوري هو كل قراراته نبعة لمصلحة نادي الأهلي وبالتالي القرار اللي بيقولوا نبع من المصلحة ماكيش مصلحة شخصية مصلحة نادي الأهلي فبالتالي جابني كنت أنا مسك خطاع الناشئين فقال لي إنت لما تمسك خطاع الناشئين عايز تعمل ايه تقوله طبعا النعر وغدانة بقى و لسه طالعين عايزين نكسب بطولات يا كابتن وعايزين قال لي تكسب بطولات ايه يا كابتل تكسب بطولات ايه انا ما بفكرش على البطولات انا طلع لي اتنين اه كل سنة الفريق الاول وانا هعمل لك تمثال جنب التيتش لما قولة مهمة جدا ما بنسهاش اه يعني حتى لما يعني لما في فرصة بقابل فيها اي مدارس دايما بتقولهم الكلمة دي اقول لهم الكلمة دي لما بتبصوش للبطولات البطولات مهمة اه مهمة عن طريق ان انت تحفز اللعيمة اه او ثلاثة في السنة للفريق الاول هو ده المكسك اه وبالتالي اكتسبت الكلمة دي على طول مشواري في القطاع التدريب